نحن نشاهد على الشاشة الآن السيناريو الذي رسم وفقا للتصريحات لأسباب تحطم هذه الطائرة التي انطلقت صباحا اليوم من مطار خامنئي في طهران باتجاه كييف إذن هذه الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 كانت تقل 180 راكبا قيل بأن بيانات هذه الطائرة توقف صعودها بشكل مفاجئ ثم سقطت وهي مشتعلة بعض الأسباب قيل أن سبب تحطم هذه الطائرة كان لأسباب فنية السفارة الأوكرانية في إيران قالت بأن سبب التحطم هو سبب خلل فني في المحرك لكن الآن أوكرانيا تعلن فتح تحقيق جنائي في أسباب سقوط هذه الطائرة السلطات الإيرانية أعلنت الآن أثورها على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة هذه الطائرة سقطت بعد دقائق فقط من إقلاعها وبالتالي كان حطامها موجودا قرب المطار وتمكن المفتشون من الأثور على هذا الصندوق الذي سيبين الأسباب الحقيقية لتحطم هذه الطائرة إذن هذا هو السيناريو الذي يوضح حتى الآن كيف تحطمت طائرة الخطوط الأوكرانية بعد إقلاعها من طهران